الصحابي الذي سوف أتحدث عنه هذا له شأن كبير عند الله النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن رب العالمين أمره أن يقرأ القرآن عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله قال له وروح قراء القرآن وعرضه لأن الإنسان لما يحفظ كتاب الله يجب أن يعرض القرآن على غيره عشان يثبته يثبت الحفظ اسمه أبي بن كعب النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي القرآن يجعل الإنسان من أهل الرفع العالية ما في مكان في الدنيا أرفع من أهل القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لا شك أن له سر عند الله ولا شك أنه من أهل الجد والاجتهاد وهو أنصاري خزرجي سبحان الله الأنصار فيهم خير تلاقي أهل البيت يعني طبيعتهم هيك فيهم محبة هي طبيعة مثل الأرض في ناس صعبين الأنصار فيهم هنية وإجد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم اللهم ارحمي الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبنائي الأنصار روح هلأ على المدينة المنورة كل شيء إنسان من أهل المدينة بتلاقي فيه خير أبدا سبحان الله أصابتهم دعوة النبي لذراري ذراريهم الله يجعلنا من الطيبين والطيبون هم أهل الجنة هذا الصحابي يعني ما أسلم أول يوم مع سيدنا أبو بكر لأنه هو من أهل المدينة أهل المدينة يأسلموا ببيعة العقبة الأولى أو الثانية إن شاء الله ببداية شهر المولد سيصير بدل أسوة حسنة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنأخذ سيرة من يعني ولادته صلى الله عليه وسلم حتى وفاته حتى كي نتعلم لأنه سيرة النبي ما هي قصة عبارة عن هيك نسرت كلام ما نقعدين نحن بأهوة وفيها حكوات لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نحن نقص عليك أحسنة القصص لقد كان في قصصهم عبرة لكي نتعلم شغلي بدون ما أنه يعني ناخد منه عبرة ما لا طعمه الإنسان إذا حطوله أكل هو جوعان يكفي أنه ينظر ولا يشم يبدو خزا شم وما أكل شم ولا يدو ما يمشي الحال بدنا نسمع سمعنا وأطعنا كان سيدنا عمر رضي الله عنه ويقول أبي سيد المسلمين بإيش ساد ساد بالقرآن حفظ القرآن هذا نعمة هو اصطفاء من الله عز وجل بلش يكي أحفاظ ولو سورة تصل فيني أخ البارحة قال لي جاي عبالي أحفظ آية من أربع سطور بتقول له أجرب السور لصغيرة بتعرف تقرأ قال بعرف أقرأ بتقول له إذا ما بتعرف سجل بمركز قيم ببرنامج وردتل أول شيء القراءة نظرا من المصحف يصححو لك بعدين بتبليش ولو كنت كبير ألا في أحد عمره خمسين سنة بصير بده يسافر ديرو على المطارات بتعلم له كم كلمة إنجليزي كم كلمة يمشي حالو يقول لك والله أنا مثل الأطراش بالزفة معم فمشي في لغة اسمها لغة الإشارة تعلم لك كم كلمة كم سورة حتى إذا وقفت هيك بين يعني أولادك تصلي إيمام يعني بدك تصلي صلاة المغرب صلاة العشي لكن الصلاة بدك تصلي بالناس إيمام هي بدها كان في أخك كل ما يجي على الجامع بالركعة الثالثة يوقف حتى تخلص راقبته أكثر من مرة شو بده يصلي يصلي إيمام شوف قراءته مراكزي مرعا مقراء قل أعوذ برب الناس ملك الناس طبعا لا في تجويد إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هي من الجنة الجن والإنس يكرهت لعنده قلت له خبستها قال يشوفي قلت له لك يا أبني هاي الوقفة إيمام بصير الواحد هيكي يعني يطلع يسوق سيارة وما يعرف لك بسيكليت ما بمشي الحال واحد قال بدو يسافروا على الحج بقى بطيار ما أجا قالوا أنا بطيار كون قالوا لو بتعرف قالوا أنا بعرف طيار كون ما بعرف نزل كون ما يمشي الحال سيدنا أبي كان يسميه سيدنا عمر سيد المسلمين سمعوا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أمرت أن أعرض عليك كتاب الله إني أمرت الأمر للنبي من مين فقال له أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله وهل ذكرت بإسمي لك يعني ألاك أبي أنا أبي فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى أبي ابنك يا سلام هل شيء حلو إنه نحن نحب الله كلها نحب الله لكن إذا الله حبك وذكر لك اسمك هذا قديش له مقام عالي هذا إذا كان شيء وزير التقى بالملك وقال له الملك التوصى بفلان عندك شو بيصير بالوزير شلون هدون ذكر اسمه شلون ديدللو الله يدللنا قوله آمين سمعوا قال كنت خارجا من المسجد فناداني رسول الله فقال لي يا أبا المنذر شو اسمه أبا المنذر نحن أيام الشغلة نعطيها هيك شوي بالعريض يعني باللغة العربية يا أبا المنذر يلي اسمه عنده ابن اسمه عبد الله ندي له أبا عبد الله هون نحن يعني نعمل له أدغام أبا عبده قال له أبا عبد الله أبا عبد الرحمن شغلة هيك فخامة إيه الله هيك يجعلنا من أهل الفخامة قال يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم ثم قال له يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم هو بعرف قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بيده وقال له فرحان النبي عليه الصلاة والسلام ليهنك العلم أبا المنذر الله يهنيك أي اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو أي كتاب أو أي آية من كتاب الله أعظم الله لا إله إلا هو هذه الآية ما في بيت إلا كانت محطوطة بصدر البيت ما في بيت من بيوت الشام غني أم افتقر إلا كانت موجودة لا مو ألا بيموت الأب منون اللي وتعال خد على شي جامع ما في قير كان يجيبولي للجامع الله لا إله إلا هو أي الحمد لله من علم أولادنا لذلك الله لا إله إلا هو اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به عطى ذلك يقولوا الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم رضي الله عنه وأرضاه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكرما وبعد وفاة رسول الله مكرما بعد وفاة النبي يجي يقرأ عليه يجي كل الصحابة أولا سيدنا عمر لأنه هو من كتاب الوحي وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا القرآن منه ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا لما بتعود تسمع قارئ عن يقرأ القرآن كما أنزل لذلك كان سيدنا عمر لما يجلس مع أبي بن كعب يجلسوا مع أهل القرآن هدول يريحوا لكم لقلوب يقل له سيدنا أبي كنت أسمعه غضا طريا من رسول الله يسمعه من جبريل فيقرأه علي أنت لما تمسك المطارات هدول مركي لما تنزل المطارة افتح افتح الشباك أو خدون هدول طرايا جايين من عند الله تازا كان يسمع القرآن والآية وهو من الحفاظ هو الله موفقه بزمان يعني بزمان الصحابة تسعين بالمئة من الناس ما كان يقرأ ويكتبه هو بيقرأ وبيكتب لأنه حتى هو من كتاب الوحي وممن كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويراسلون الملوك ثقافة عالية ما بيعرف الإنسان إمتى الله بيفتح له أبواب الخير تعلموا تعلموا قبل أن تسودوا الشباب هلأ أقل شيء محوا أمية لازم تأخذ دكتوراه شوي إجازة بالهندسة والتجارة هي شغلة فاضية تأخذ شهادة عليا وعليا وتتقن بدان اللغة لغتين وثلاثة تساعد أبوك الآباء تعبوا بالحياة حتى وصلوا إلى ما هم عليه ألا الأبناء شو كلها صفياني الشغلة على هالتاب على الآيباد تاب ويتوب الله على من الله يتوب علينا تعلموا تخصص بعلمك كان العلم أيام زمان العلم مهني روح الواحد يتعاب والجارة والبسمار وظل يحفر حتى يطلع الزاوية تبع الكرسي يلا كله انتهى هلأ حط لوح الخشب حطه عن هاي المكنة شو تطلع لك يا محفور خالص كان يعود الخطات يخطيت ليه تذكروا كان في خطاتهم بعين الكرش يروح مسكين وينشرون وثلاث أربعة أيام ولما ينزل المطار تروح تحور لما تصير هاي الانتخابات مجلس الشعب والمحافظة محافظة وانتخبولة هلأ ما بدأ الشغلة شو بدك الخط والله بدي خط الرقع الثلث تحطي كيف تلاقي بعد دقيقة طلعت غيرت الدنيا محان الله اجت وسائل التواصل نيالوي اللي بيستخدم وسائل التواصل لما فيه لما فيه الخير هدم كتر ما ألبهم ولع بالقرآن درجة الإيمان عنده عالية لذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبزمن سيدنا عمر بالذات وطلعوا الصحابة وهذا صار بالكوفة وهذا صار بالبصرة وهذا صار بالشام الصحابة لما نزلوا الصحابة شو بيعرفوا بالمدينة بالمدينة ما فيه غير تمر يا أخونا التمر يا رطب يا تمر مبروم أم اجوا على الشام الزكين فاتوا على الشام أم شافوا التين هلها التين قبل منا المشموش والعنب وهي شو صارون ياكلوا ياكلوا أم شو صار معون يلي بياكل تين كتير تتيسر أموره مو دايقين هاي الأكلاك تصلت بأخ بمكان معين تقول له التين هلي التين ما بنشوفه إلا بالصورة ما بيصر لعنا تين لأنه أطيب أكل التين بالعالم من وين مع الشجرة كل الفاكهة طيبة من على الشجرة لكن في فاكهة تصمت شوي سبحان الله شوفوا كل شغلة من عند الله فيها بركة بردانة فيها بركة والتفاحة والتمرة لكن في شيء الله ذكره بالقرآن يعني خصص الذكر فيه في شكل عام فيها فاكهة ونخل للفاكهة كلها لكن اختص من الفاكهة النخل ورمان كان في دعائه يبكي كل ما ذكرت الدار الآخرة رضي الله عنه وارضاه توفي وانتقل إلى رحمة الله في أول خلافة عثمان ما طول اللي بأول خلافة سيدنا عثمان رضي الله ما شاف الفتن هذا الله اصطفى كثير من الأيام يقول فلان وفلان والأشياخ وأساتذتنا ومشايخنا لون منيح لما شافوا الفتن والله شيء بيأطع الألب قد الله بيحبه يعني اصطفاهون وأخدهون قبل ما يشوفوا الفتن لأنه كل ما قربنا من يوم القيامة كل ما كان فتن أكثر شوفوا اللي اللي عم يصير هلا أعصار بس عمل هيك الله عمل لهم هيك يا لطيف الصور اللي شفناها قديش راح هنيك أعمل لك زلزال بالمغرب شو زلزال زلزال المشيء قدام الأعصار أحد الشباب هيك اليافعين اللي معقول المي هيك بيساوي المي رحمة هيك الواحد بيشربها يجي المي يغرق الناس شو المي المي يا بتكون رحمة يا بتكون عذاب الله يرحم اللي راح والينفأد ونظن الأعداد كبيرة بس هذا هذا شغل الله أي كلها مشاهد ما قبل يوم القيامة أي فتن وهذه كلها تأتي من أجل أن يتعظ الناس مات في زمن سيدنا عثمان وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أبي ما أجمل هذا الاسم سموا أولادكم اللي جاي هيك عطري أبي الباء رقة والياء رقة حتى الهمزة يعني بدك اسم ناعم أبي وإذا كان اسم هيك كمان قصي وإذا كان يسموا اسمها هيك حتى بكرا بك إن شاء الله بيصير أسوة أسوة حسنة بمين بسيدنا أبي ابن كعب رحم الله هذا الصحابي الجليل على يومين ثلاثة كان يوم التنين أو الأحد يعني بيبدأ شهر ربيع إيش الأنور كمان بيجوز بكرا يعني على حسب الرزنامة فدخلنا شهر ربيع وشهر المولد إن شاء الله كي الله يزيدنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما تقومون به هو أن تأتوا إلى بيوت الله فتجعلوا الإشراق في أرواحكم الحياة عكرة هيك الله هيك الله شلون اللي بيشم الهوى والإكسجين شلون بتفتح الفالات عنده ما بتفتح الفالة مع القلب إلا بمجالس العلم والقرآن والصلاة على رسول الله اللهم هذا الصباح صباحك وهذا البهاء بهاءك وهذا الخير من خيرك وهذا الجود من جودك أعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخنا شره وشر ما فيه وتقبل منا وقبلنا بسدل الفاتحة اشتركوا في القناة